اشتركوا في القناة سنستمع جيدا إلى هذا النص وبعد قراءته سوف نقوم بالإجابة على ذلك التطبيق الخاص بشرح الكلمات لنقوم بعدها مباشرة بالإجابة على جميع الأسئلة الخاصة بالفهم لكن قبل كل هذا وإن كنتم لأول مرة تشاهدون قناتنا التعليمية تلميذ المتميز لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الإعجاب وكذلك تفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد وبدون إطالة وعلى بركة الله لنستمع إلى هذا النص الذي عنوانه عمر ياسف يؤمن عمر ياسف باستقلال بلده ويعرف أن ذاك اليوم قريب للاحتفال به عمل كثيرا حتى تمكن من شراء بذلة بنية رائعة ها هو يقيسها تلمحه أمه ذهبية فتقول له كم أنت وسيم كأن البذلة مصنوعة لأجلك سأرتديها للاحتفال بالاستقلال للاحتفاء بالحرية يا أمي في ذلك اليوم سأحمل رايتي وأجوب بها شوارع الجزائر الحبيبة بالكامل وأردد أناشد الحرية الحرية تستحق أن نحتفل بها كانت ذهبية تدرك أن عمر لم يعد ملكها هي فقط فهو مصخر للجزائر كلها امتلأت فخرا فهي تعلم أن رفقاء السلاح الخاوى صاروا بمثابة عائلة عمر ضمت ابنها البطل فقبلته وتركته يتبع قدره لم تكن المهمات التي أسندت لعمر سهلة على الإطلاق حيث كان عليه أن يتنازل لأجلها عن الذهاب للمدرسة وأن يتحل بالإرادة والشجاعة والذكاء واليقظة فقد كان عين وأذن زعماء معركة الجزائر في القصبة ومحل ثقتهم ينقل الرسائل السرية في المحفظة التي اجتاز بها الحواجز الأمنية والعرق يتصبب من جبينه الطاهر ولم يفكر في التراجع كم من مرة كان يسير في الأزقة والمجاهدون خلفه وقد استأمنوه على مصيرهم عمر أبدا لن يرتدي تلك البذلة الرائعة ولن تقبل ذهبية بنها مرة أخرى ففي الثامن من أكتوبر من عام 1957 في المنزل رقم خمسة بشارع أبديرام في حي القصبة استشهد عمر ياسف أصغر فدائي في ثورة التحرير وهو في سن الثالثة عشر ويحلق الملاك الطاهر الآن عاليا رفقة الأخيار رحم الله الشهداء الآن وقد نهينا قراءة هذا النص يجب على التلميذ أن يعيد قراءته لأكثر من مرة أولا لكي يتعود على القراءة المسترسلة وثانيا لكي يذفهم مضمونه جيدا وأيضا لكي يتمكن بعدها من الإجابة على مختلف التمارينات والأسئلة الخاصة بالفهم لكن قبل أن نبدأ بأسئلة الفهم نقوم أولا بحل هذا التطبيق الخاص بشرح بعض الكلمات حيث يقول فيه السؤال ما يلي عوض الكلمات الملونة بكلمة لها نفس المعنى إذن لديكم أول كلمة طراه ثاني كلمة يتخلى ثالث كلمة العزيمة ولدينا ثالث جمل سنستعين بها لكي نشرح هذه الكلمات الثلاث وأول جملة تقول تحل بالإرادة والشجاعة والذكاء ثاني جملة تلمحه أمه ذهبية فتقول له كم أنت وسيمون كان عليه أن يتنازل لأجلها عن الذهاب إلى المدرسة هي الجملة الثالثة نبدأ بأول جملة تحل بالإرادة والشجاعة والذكاء ثاني الكلمة الملونة هي الإرادة فهل هي شرح كلمة طراه أو يتخلى أو العزيمة إذن بماذا يمكن أن نغير الإرادة يمكن أن نغيرها بالعزيمة فهما كلمتان لهما نفس المعنى وكنصحة لكي يسهل لديكم إيجاد الشرح دائما قارنوا نوع الكلمتين العزيمة اسم العزيمة اسم إرادة اسم لدينا الألف واللام الألف واللام وأيضا تأمر بطا وتأمر بطا نذهب الآن إلى الجملة التي تقول تلمحه أمه ذهبية فتقول له كم أنت واسيم تلمحه هل هو شرح طراه أو يتخلى إذن تلمحه هو شرح طراه لماذا؟ لأن لدينا فعل فعل ينتهي بالها ينتهي بالها هذه من بين الأمور التي تساعدكم عندما لا تعرفون الجواب ثم يبقى لدينا الجملة الأخيرة كان عليه أن يتنازل لأجلها عن الذهاب إلى المدرسة يتنازل معناه يتخلى وكما تلاحظون يتخلى فعل يتنازل أيضا فعل أيضا يتخلى يبدأ بالياء يتنازل يبدأ بالياء هذه من بين الأمور التي تساعدكم دائما أثناء الشرح نذهب الآن بدون إيطالة إلى أسئلة الفهم وأول سؤال يقول ما هي الشخصية الرئيسية في النص؟ متى وقعت أحداث هذه القصة وأين؟ إذن دائما حاولوا الإيجابة وحدكم على الأسئلة ثم عودوا إلى هذا الفيديو لاكتشاف الجواب الذي هو الشخصية الرئيسية في النص هو عمر ياسف متى نجد به الزمان وأين نجد المكان؟ فنجيب وقد وقعت أحداث هذه القصة أثناء ثورة التحرير المجيدة ضد المستعمر الفرنسي أي وذلك في حي القصب بالجزائر العاصمة نذهب الآن إلى السؤال الثاني الذي يقول اختر الإجابة الصحيحة بما يحلم عمر هل يحلم عمر بالالتحاق بالثورة؟ أو النجح في المدرسة؟ أو استقلال الجزائر؟ إذن الالتحاق بالثورة لم يكن حلما له لأنه أصلا التحق بالثورة النجح في المدرسة لقد توقف عن المدرسة بسبب الالتحاق بالثورة إذن تبقى لدينا الإجابة الصحيحة هي الأخيرة أي أن كان عمر يحلم باستقلال الجزائر إلى السؤال الثالث الآن ماذا اشترى عمر ولماذا؟ حاولوا الإجابة أولا واكتشفوا الإجابة التي هي اشترى عمر بذلة بنية رائعة وذلك للاحتفال باستقلال بلده الجزائر ننتقل الآن إلى السؤال الرابع والذي يقول ماذا سيفعل عمر يوم الاستقلال؟ من هي عائلة عمر الجديدة؟ إذن كإجابة على هذين السؤالين نقول يوم الاستقلال سيرتدي عمر بذلته الجميلة ويحتفل بالحرية ويحمل رايته ويجوب شوارع الجزائر الحبيبة ويردد أناشد الحرية أما عائلة عمر الجديدة فهي رفقاء السلاح والمقصود بهم المجهدون أو ما يلقبون بالخاوة السؤال الموالي يقول ما هي المهمات الصعبة التي قام بها عمر وعما تخلى عمر للقيام بها؟ إذن كإجابة نقول المهمات الصعبة التي قام بها عمر هي أن يكون عين وأذن زعماء معركة الجزائر وينقل الرسائل السرية في المحفظة التي يجتاز بها الهواجز الأمنية أما عما تخلى عنه عمر للقيام بهذه المهمات هو أنه تخلى عن الذهاب للمدرسة أيضا ما هي الصفات التي تحلى بها عمر؟ سنقول الصفات التي تحلى بها عمر هي الإرادة، الشجعة، الذكاء، واليقظة إلى السؤال الذي يقول لماذا كانت ذهبية فخورة بابنها؟ إذن حسب النص نقول كانت ذهبية فخورة بابنها لأنها تعلم بأن ابنها لم يعد ملكها هي فقط بل هو مصخر للجزائر عمر فدائي صغير ضحى بحياته من أجل الجزائر أذكر العبارات الدل على ذلك إذن سنقول من بين العبارات الدل على تضحية عمر بحياته كان عليه أن يتنازل أولا لأجلها أي لأجل هذه المهمات عن الذهاب للمدرسة ثانيا كان عين وأذن زعماء معركة الجزائر ثالثا ينقل الرسائل السرية في المحفظة التي اجتاز بها الحواجز الأمنية إلى السؤال الأخير الآن والذي يقول ما رأيك في عمر؟ إذن من خلال قصة عمر يمكن أن نقول رأيي في عمر أنه رغم صغر سنه إلا أنه يعتبر بطلا من أبطال الجزائر الشجعان كما أعتبره مثالا أقتدي به من أجل خدمة بلد الجزائر شكرا للمشاهدة